اشتركوا في القناة القضائي صدر من محكمة التمييز بناء على دعوة وقيمة من وزار شباب الرياضة بأن اللجنة الأولمبية كيانا منحل كيانا منحل الكيان المنحل يعني كيان غير قانوني وبالتالي اللجنة الأولمبية الدولية تتعامل مع لجانها الأولمبية الوطنية على أنها كيانات قانونية مؤسسة في بلدانها فتمنحها عضوية اللجنة الأولمبية الدولية بوجود هذا القرار أصبح اللجنة الأولمبية الآن كيان غير قانوني في نظر القانون العراقي بناء على هذا القرار القضائي وبالتالي هذا الأمر يعرض الرياضة العراقية ممكن يصل إلى الإيقاف فيما يتعلق بالمال النائب جاس محمد جعفر يتعامل مع القرار القضائي قال بما أنه صدر قرار قضائي على اللجنة أولمبية وبالتالي أصبحت الحكومة غير ملزمة بمنح أموال إلى مؤسسة القضاء أبطل قانونيتها يعني مو إجراء إيقاف المال هو من يعرض العراق إلى عقوبات وإنما قرار اعتبار اللجنة أولمبية ككيا منحل هو من قد يعرض العراق إلى عقوبات حاليا فقط الخطوة الأولى من هذه الإجراءة هو قطع الأموال فهل قطع الأموال سيعرضنا إلى عقوبات؟ لا لا ليس قطع الأموال قطع الأموال ما يعرض إلى عقوبات قطع الأموال يجعل نتاجا لقرار قضائي القرار القضائي ممكن أن يعرض العراق إلى عقوبات ممكن القرار القضائي طيب طيب إذن قرار القضايا بني على أساس ما حدث بعد الفين وثلاثة القرار القضايا إجاء بناء على اللائحة التنظيمية لبريمر قرار بريمر باعتبار اللجنة أولمبيا جزء من الكيانات المنحلة اللجنة أولمبيا عملت بتراتبية مع مؤسسات الدولة للتعامل مع هذا القرار وإجتنا مجموعة كتب تشير إلى أنه اللجنة أولمبيا غير معنية لكن القرار التمييزي الأخير ملزم لأنه هذا قرار محكمة تمييز وسلطة قضايا يجب أن تحترم بغض النظر عن أنه هذا القرار ولد ظلم على اللجنة أولمبيا ولد مماحكة قوية على الرياضة بالعراق لكن هذا قرار قضايا ويجب أن يحترم القضايا أمر بات وبالتالي حتى نخرج من هذه الأزمة نحتاج إلى تشريع في مجلس النواب الوضع القائم الآن في اللجنة أولمبية بعد تحريك هذه الدعوة حتى وأن أطلقت الأموال اللجنة أولمبيا ستكون مغلولة الأيدي بسبب هذا القرار وبالتالي لا يمكن لها التصرف بهذه الأموال أو بالإجراءات الإدارية حتى وأن أجريت انتخابات أنت وضعك مع اللجنة أولمبيا الدولية ووضع قانوني يعني أنت ارتباطك مع اللجنة أولمبيا الدولية ارتباط قانوني اللجنة أولمبيا تتعامل مع انظمتها الداخلية وبالتالي أنت أجريت انتخاباتك وعندك مدة أربع سنوات لإجراء انتخابات أخرى لو وجريت الانتخابات أيضا سيكون وضع قانوني مع اللجنة أولمبية الدولية ولكن وضعك الداخلي غير قانوني وبالتالي إذا ما تنوجد موازنة مع الوضع الداخلي والوضع الخارجي هنا تقع اللجنة أولمبية والرياضة العراقية في خطر وبالتالي لابد من موازنة لابد من جهد استقنائي تقول لي هسا كيف هذا الجهود أنا أقول لك الجهود اللجنة أولمبية عاجزة عن القيام بوحدها لأنه تدري هذه مسؤولية دولة يعني اللجنة أولمبية هي مجرد مؤسسة بالتالي تحتاج إلى جهة دولة لإلغاء هذا القرار قرار بريمر لا يلغى إلا بقرار برلمان لأنه في فترة إصدار القرارات لبريمر كان هو الجهة التشريعية والتنفيذية وبالتالي يعتبر قانون هذا القانون لا يلغى إلا بقانون من مجلس النواب الوضع اللي بلجنة أولمبية يعني وضع حرج جدا إذا تعاملت ومشت الرياضة وأجرت يعني تعاملت مع المال ممكن أن تطال نتعرض إحنا كشخص إلى إجراءات قانونية حاليا إجراء قطع الأموال قانوني يعني نقدر نقول قانوني طبعا لا لا الإجراءات الإجراءات ليس فيها أي ثغرة قانونية يعني القضاء أصدر قرار وقرارات القضاء باتة وبالتالي إيقاف الأموال حتى إن لم توقف هذه الدولة يعني الدولة الآن إذا أقرت في مجلس النواب ميزانية اللجنة أولمبية حتى لو أقرت هذه الميزانية ما تستطيع تتعاملها ما تستطيع تتعامل بها لأنك قرار قضاء يعني حتى اللجنة الأولمبية الدولية تأخذ بقرار قضاء وليس قرار يعني من الحكومة مثل من وزارة الشباب أنت أمام قرار قضاء يعني ما تقدر حتى اللجنة الأولمبية الدولية تتخذ أي إجراءة مع قرار قضاء بالتأكيد اللجنة الأولمبية الدولية تتعامل مع الإجراءات بالضبط لكن هذا الإجراءة القضائي جاء على شخص آخرين الآن المؤسسة هي ليست المؤسسة اللي في فترة نظام عدي المقبور بالتالي اللجنة الأولمبية تتعامل مع شخص ما عليهم شائبة قانونية توقيت القرار مع هذا المكتب التنفيذي اللجنة الأولمبية يعني تنظر لبعين الاعتبار وكانت هناك يعني نقاشات في براغ في آخر اجتماع للجنة الأولمبية الدولية كانت هناك نقاشات حول هذا الموضوع واللجنة الأولمبية الدولية جادة بأنه هذه اللجنة الأولمبية ليست امتداد للجنة الأولمبية السابقة وبالتالي ستتعامل مع هذا المكتب التنفيذي بالرغم من الإجراءة القضائي لأن هذا الإجراءة القضائي جاء نتاج لمرحلة سبقة هذه المرحلة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لك اشتركوا في القناة